تلات أسباب بيخلونا نفرمط الجهاز بتاعنا أول سبب فيهم هو أداء الجهاز لما بيقل ويبتدي هنج معك تاني سبب معنا هو الصوفت وير لما بينزل تحديث جديد للنسخة بتاعة الجهاز لازم نفرمط الجهاز تالت سبب معنا وهو أن إنت لو هتبيع الجهاز بتاعك لازم تفرمطه وعشان تفرمط الجهاز بتاعك لازم تعمل نسخة احتياطية من الجهاز سواء كان من الأسماء أو من الصور أو من ملفات أو غيرها وحاجات كتير إحنا النهاردة هنتكلم عن إزاي نعمل نسخة احتياطية من الجهاز بشكل كامل يعني مش هنسيب أي حاجة فخلونا نبدأ الحلقة بتاعتنا وأهلا بيكو ومعاكو تاني بندخل على آيكونة جهات الاتصال من هنا ونضغط عليها وبعد كده بندخل على الثلاث شرط اللي تحت بعض دول وبندغط عليها وبعد كده بنختار إدارة جهات الاتصال وبندغط عليها وبندغط الخيار الثاني اللي هو استراد وتصدير جهات الاتصال وبعد كده بنختار الخيار الثاني اللي هو تصدير مش استراد اللي فوق ده لأ نختار اللي تحت عشان احنا هنصدر الاسماء بتاعتنا فبندغط على تصدير وبندغط بطاقة الاسي دي او بطاقة الزاكرة الخارجية اللي هو الخيار الثاني ده وبندغط على تصدير فلازم يكون عندك زاكرة خارجية اللي هو الكارت الممر وبندغط على تصدير والموضوع بياخد ثواني وتمام هو كده قام بعملية التصدير ونخرج ونتأكد ان الملف بتاعنا بقى موجود في بطاقة الزاكرة بندخل على بطاقة الزاكرة في ملفاتي ونلاقي الملف بتاعنا بالشكل ده مش هنضغط عليه ولا نعمل اي شيء غير لما نعمل فورمات وبعد كده استراض من بطاقة الاسي دي دي بالنسبة لموضوع الجهات الاتصالي اول حاجة بنعملها بندخل على تطبيق ملفاتي ونفتحه وبنختار وحدة التخزين الداخلية بيظهر لنا كل الفولدرات دي طبعا احنا عاوزين ناخد نسخة احتياطية من الصور فالصور بتبقى موجودة في مجلد اسمه DCIM موجود قدامك هنا هوا اسمه DCIM بنفتحه وبنلاقي موجود عندنا الكاميرا موجود عندنا جميع جميع اي برنامج موجود عندك سواء كان سكرينشوت او حتى برامج بنترست او غيرها فانت بتحدد اللي انت عاوز تنقله فانا بس اناخد سكرينشوت والكاميرا يعني جميع الصور اللي التقطتها الكاميرا هتلاقيها موجودة في قلب الفولدر ده وجميع الصور اللي انت عملت لها سكرينشوت من على الشاشة بتاعتك هتلاقيها موجودة في قلب الفولدر ده غير طبعا الصور اللي انت بتنزلها من مواقع تانية فانت ممكن تحددهم كلهم او تحدد اللي انت عاوزه وبعد كده بنضغط على نقل من اسفل وبعد كده بنرجع نختار نضغط على الرئاسية ونرجع لبطاقة الاس دي ونقول له نقل النقل الى هنا وننتظر حتى يقوم بعملية النقل وبالشكل ده قام بعملية النقل للكاميرا والسكرينشوت موجودين عندنا هنا في قلب بطاقة الاس دي اول حاجة لازم نعملها ان احنا هننزل التطبيق ده من متجر سوق بلاي وانا هسيب اللينك اسفل الفيديو وطبعا هو متواجد بشكل مجاني بنفتح التطبيق وبعد كده بنضغط على علامة الصح اللي موجودة جنب كلمة النسخ الاحتياطي تحت دي فبيعلم لي على كل البرامج زي ما احنا شايفين لو احنا شلنا علامة الصح كله راحا فاحنا كده بالوقت علمنا على كل البرامج وبعد كده بنضغط على النسخ الاحتياطي فهو دلوقتي هيعمل نسخ احتياطي لكل البرامج اللي موجودة على الجهاز سواء كان فيسبوك او اي برامج انت نزلتها او حتى البرامج الاساسية اللي موجودة على الجهاز باخر اصدار انت نزلته من على مدهر سوق بلاي فدي حركة جميلة جدا انك تاخد نسخة احتياطية للبرامج علشان ما ترجعش تنزلها تاني من على الانترنت والموضوع زي ما انتو شايفين مش بياخد وقت موضوع سهل جدا والبرامج ده من افضل البرامج اللي بيعمل نسخ احتياطي للتطبيقات تمام هو كده خلاص فبنرجع نتأكد من ملفاتي بنشوف البرامج دي فعلا اتعمل لها نسخة احتياطية ولا لا فبندخل على ملفاتي ندخل على واحدة التخزين الداخلية ندخل على فولدر اسمه موبي يوز اب باك اب اللي هو الفولدر ده تمام فبنختاره بنلاقي كل البرامج موجودة كاملة في قلب الفولدر كل حاجة موجودة انت نزلتها تلاقيها موجودة هنا وبترجع تثبيتها تاني عادي يعني لو عايزين نثبت اي برنامج من دول وليكن شرت هيقولك هل تريد تثبيت هذا التطبيق فتقوله تثبيت ده بتعمل الموضوع ده بعد ما بتخلص الفورمات طيب بعد كده بنعمل ايه عشان ما ننساش بنرجع للمكان ده وبنحدده بنحدد الفولدر ده ونعمله نقل لبطاقة الزاكرة الخارجية عشان لما نجي نفرمط الجهاز ما نمسحش النسخة اللي احنا عملينها لان هي موجودة على الزاكرة الداخلية للجهاز فبننقل الفولدر ده داخل داخل كارت المومري او الزاكرة الخارجية فبنضغط على نقل من اسفل وبنرجع للرئيسية من الفولدر اللي فوق ده وبنختار بطاقة الاسي دي وبنقوله النقل الى هنا وبننتظر حتى يقوم بعملية النقل واحد ممكن يقولي انا الوقتي منزل لعبة اسفلت تسعة وحجمها واحد جيجا ونص هل الباك اوب اللي انا عملته عمل باك اوب للملفات بتاعة اللعبة طبعا لا هو عمل باك اوب لايكونة اللعبة فقط ولكن هنعمل دلوقتي باك اوب لملفات اللعبة دي فبندخل على ملفاتي وبعد كده بندخل على واحدة التخزين الداخلية وبعد كده بندخل على الفولدر اللي اسمه اندرويد اللي هو ده نضغط عليه وعندنا خيارين خيار اسمه أو بي بي وخيار اسمه داتا احنا هندخل على أو بي بي جميع الالعاب بتبقى موجودة في الفولدر ده فعندنا هنا اهو بقولك كام جيملوفت اندرويد اا اا ان دي جيملوفت اي تسعة اي ناين اللي هو الفولدر ده فبناخد الفولدر ده وبنعمله نقل لبطاقة الزاكرة الخارجية اختار نقل نرجع للرئيسية نختار بتاقة الاس دي وبنحاول ممكن ننشأ فولدر ننشأ مجلد ونسميه اسفلت ناين نقول له انشاء ونفتحه ونقول له ان نقل الى هنا وننتظر حتى يتم نقل الملفات بتاعة اسفلت تسعة في الطريقة دي تم نقل الفولدر بتاع اللعبة او بمعنى اصح الملفات بتاعة اللعبة وعشان نكون منظمين اكتر بنرجع للفولدر اللي احنا عملنا فيه ونفتحه وناخد اللعبة بتاعة اسفلت ماين وننقلها في قلب الفولدر التاني بحيس ان كل ملفات اللعبة والملف الرئيسي بتاع اللعبة يبقوا موجودين في نفس المكان فبنبتد ندور عليها وبنحددها وبنعمل لها نقل ونرجع على البطاقة الاسي دي وندخل على اسفلت تسعة ونعمل لها النقل هنا يبقى انا عندي الملفات والبرنامج بتاع اللعبة نفسها اول حاجة بنفتحها برنامج الواتس قاب وبعد كده بندخل على الثلاث شرط اللي فوق دول وندخل على الاعدادات وبندخل على الدردشات وبندخل على نسخ احتياطي للدردشات هتفتح حسابات جوجل هتلاقي الايميل بتاعك موجود زي الشكل ده بالظبط حتى لو مش موجود هتعلم عليه علامة صح بمجرد ان انت بتضغط على نسخ احتياطي اللي باللون الاخضر دي بيتم رفع الملفات على السحابة بتاعة جوجل وبعد كده بعد ما بتخلص تحميل بتخرج خالص وبتمسح كل حاجة وتفرمط الجهاز بتاعك بشكل طبيعي وبعد ما بتفرمط وبتدخل الواتس اوب تاني على الجهاز بتاعك بتدخل الايميل بتاع جوجل بشكل طبيعي وبتبتدي المزامنا بترجع تاني الرسائل والصور زي ما كانت بالظبط وعشان نفرمط الجهاز بتاعنا اول حاجة لازم نعملها علشان منو اقعش في مشكلة كبيرة جدا قبل الفرماط ان احنا لازم نشيل الحساب بتاع جوجل علشان لما نجي نفرمط ما يطلبش مننا الباسورد لو احنا ناسينه فبنفتح الاعدادات الضبط وبعد كده بنزل على الحسابات والنسخ الاحتياطي وبندخل على حسابات وبندخل على الحساب بتاع جوجل ده وبعد كده بنقول بنعمله ازالة للحساب بنعمل ازالة للحساب وما تخافش لان الازالة دي حتى لو انت عارف الباسورد بتاعك بتبقى في الامان عشان لما تيجي تفرمط كده كده هيطلب منك الايميل اللي انت كنت مدخله قبل كده فمن الافضل ان انت حتى لو فاكر الباسورد انك بتعمل ازالة للحساب وبعد كده بتفرمط عادي بتدخل الايميل بتاعك وبتدخل باسورد بشكل طبيعي ده لو انت فاكر اما لو انت انسيت فتبقى في الامان وبتبتلي تعمل حساب انشاء حساب جديد لجوجل وبتعمله باسورد جديد ويستحسن ان انت ما تنساش الباسورد بتاعك لان الاميل بتاع الجيميل بالاخص يعتبر حاجة مهمة جدا بترفع عليها الصور وبترفع عليها الاسماء وبترفع عليها حاجات مهمة جدا فمن الافضل ان انت تكون حافظ الاميل بتاعك وحافظ الباسورد علشان ده بقى شيء طبيعي ان انت تكون حافظه لان ده مهم جدا 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 حتى لو انت بعت جهازك او حتى عايز تشتري جهاز جديد تحط علي الاسماء فما تضطرش للحاجات اللي احنا عملناها في الاول زي النسخة الاحتياطية بتاعت الاسماء يعني احنا عملنا نسخة احتياطية في الاول بشكل يدوي مش عن طريق الاميل لو انت عارف الباسورد بتاعك ومتأكد منه وحافظ الاميل بتاعك بشكل طبيعي الاسماء والصور هترجع تاني على التليفون بس عن طريق النت فعندك الخيار اليدوي وعندك الخيار اللي احنا بنزله من عن طريق النت انت